أهلاً وسهلاً بكم في قناة هومتولز في فيديو جديد لك نتمنى إعجاب ديالكم ولقاكم في تمام الصحة والعافية أنتم كتشاهدون ذوي هذا المنظم هذا اللي خاص بالأرز أو كذلك بالقاطاني ونقدروا نستعمله كذلك للطحين ومجموعة من الأغراض كذلك نشوفو هالمنظم ديال البيض اللي كيجي على شكل بلاطوات هكا وفي نفس الوقت هومام جوري لقدروا نستعمله هكا فوق البوتاجي لحتفل تلاجة كذلك جدا عمالي ديال هذا المقطع كذلك ديال هالمنظم بالنسبة لملابس الداخلية أو للأغراض اللي كيكونوا صغر ونقدروا نتبتوا في الدولة بكل سهولة فكما كتشوفو معايا هي أدوات وأجهزة ومنظمات لأي سيدة بيت كتمنها خصوصا السيدة العاملة لأنها كتساعدها يعني في تنظيم نوقت ذيالها وكذلك الغير العاملة لأن هذه الأدوات والأجهزة كتوفرينها الراحة والطاقة اليومية فأدوات وأجهزة حديثة ومبتكرة اللي غد ساعدنا بلا شك في تنظيم والترتيب وتنظيف البيت وكذلك استغلال المساحات الصغيرة والضيقة خصوصا ببيدة المساحات الصغيرة كذلك هذه الأدوات والأجهزة غنتعرفو في هذا الفيديو من خلاله غنتعرفو على الطريقة أو للطرق قدروا نحصل بهم هذه الأدوات والأجهزة وكذلك غنتعرفو على طريقة الاستعمال ديالها اللي ربما كنا شفناهم هذه الأدوات والأجهزة في محلات ومعرفنا الطريقة ديال الاستعمال دياله فلذلك غد نشوفو هذا الريفيو المبسط اللي يشرح لكل المنتج على طريقات الاستعمال دياله فهذه الأدوات والأجهزة كذلك كتجي غالبا بحجم صغير وهذا بيت المقصود فهنا كان قدروا نستغلوا المساحات الصغيرة وما كتاخدت معنا يعني مساحة كبيرة أثناء تخزين ديالها وأغلب هذه الأدوات والأجهزة من غير أنها كتجي بحجم صغير فهي كتكون غالبا قابلة للطريق فنشوفو هاد المنظم كذلك هاد الشبكة اللي كتجيب البنيو ديالها إن قدروا نستعملوها كذا استعمال في المطبخ كذلك هاد التوشية هدي اللي هي عبارة عن الجهاز اللي كان نتبته تحت الباب وهكا كانت في هذا الدخول يعني الحشرات والتراب كذلك للمنزل فكذلك أدوات وأجهزة اللي كانت نفعنا بلا شك في التنظيم ديال البيت ديالنا نشوفو هاد العلاقات هادو اللي كانت تبتون بكل سهولة كما كتشوفو معي كيجوا جاهزين بالملصقات ديالهم اللي قدروا هكا نعلقوا فيهم كما كتشوفو شطابة ومجموعة ديال الأغراض نشوفو هاد هاد اللي قات هادو اللي كيجوا بهات شكل هكا طوال ونقدروا نستعملهم كادا استعمال فهما كذلك جدا عماليين شوفو هاد المقشر اللي الحجم دياله صغير لكن كنتشوفو معي المفعول دياله مهم جدا وكيجي في ألوان مختلفة كذلك نشوفو هاد المناديل هاد اللي كجي يعني جاهزة نقدروا نتبتوها بالنسبة للزويوت اللي كتكون في الشفط ديال المطبخ فهي أدوات وأجهزة اللي ضروري منها في البيت ديالنا غير بعد المرس ما كنعرفوش في كتباع أو لما كنعرفوش طريقة ديال الاستعمال ديالها كيما كتشوفو معي السيدة كيفاش كتتبت هاد الورق بكل سهولة نشوفو هاد العصارة كذلك اللي هي يدوية كما كتشوفو معي كيفاش كنتبتو فيها الفواكه بكل سهولة ونقدروا نعصرها كذلك اللي يجد عمالية فهاد الأدوات والأجهزة البعض منها موجود غفل الأسواق العادية والثمان دياله ما كيتعداش عشرة ولا عشرين درهم خصوصا المنظمة اللي كيكونوا صغر ديال المطبخ او لا الحمام غير خاصة نقلبه جيدا وغد نلقاو ذاك شي اللي خاصنا أما الطريقة الأولى باش نقدروا نحصل على الأدوات والأجهزة فهي الأسواق الأسبوعية كما قلت لكم اللي متواجدة بيها بكاتروك خذلك بعض المحلات الصينية وما ننسوش كذلك المحلات التجارية الكبرى مثل كارفور مارجان ايكيا بريمارك كالليدل وغيرها فلا بغينا نسوق منها ما علينا إلا نتبعوا المجلة الأسبوعية اللي كتكون غالبا ولا شهرية وأكيد غاد يلقاو ذاك شي اللي خاصنا نشوفو كذلك هاد الفكرة ديال هاد المنظف اللي كنستعملوه في الزاج يعني وهكا نوافيد ومجموعة ديال الأغراض اللي كيجي يعني شيتاء ومع هادو بالفاس كجي في هاد الكراطة هدي كذلك اللي كتسيني للتنظيم أو للتنظيف ديال زوجر كذلك هاد الكراطة اللي كجي نقدروا نتحكمو فيها بكل سهولة ونستعملوها باش ننظفوها كالزاج اللي كيكون بايدلينة خصوصة اللي كيكون الخارج كما كتشوفو سيدا كيفاش استعملتها بكل بساطة كذلك عدنا هاد المنظيم هاد اللي هو عبارة عن سلة اللي كيجي يشكل ديالها كدائري بالرويد ونقدرو هكا ننظمو فيه مجموعة ديال الخضر ولا ديال الأغراض الخاصة بالمطبخ كذلك عدنا هاد السطل اللي كذلك جيد عمالي كيجي يشكل طولي ونقدرو نستعمله وقابل للطي أما الطريقة الثانية باش نقدرو نحصل على الأدوات والأجهزة فهي عبارة عن صفحات موجودة بمواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك أو للتيليجرام فلابغينا نسوقوا من هاد المواقع معلنا إلا ندخلوا بحساب ديالنا مثلا على الفيسبوك ونكتبوا أدوات منزلية أو لنكتبوا مباشرة اسم الجهاز أو للأدات اللي احنا في حاجة له ومباشرة كيخرجينا الصفحة اللي خاصة ببيع هاد المنتوج اللي موجودة مطابعة الحال في البلدان ديالنا وكان تواصلوا معاهم وكيشرحونا الطريقة ديال التوصيل وكذلك الدفع أما التوصيل فغالبا كيكون يعني بتمن مناسب وهدي طريقة سأهلة كذلك للتسوق نشوف هاد المنظيم بالنسبة لمجموعة ديال يعني الصالصات كما كتشوفوا معايا أو التوابي اللي كيجي عليها تشكل هذا نقدرو نتبتوه كذلك بكل سهولة كيجي في ألوان مختلفة نشوف هاد النوع كذلك ديال الي قات اللي كيجي عليه تشكل هادل ينقدرو نستعمله في نفس القت نحمله به ايدينا وفي نفس القت كذلك يعني ننتظفو به شوف هاد اللي كيجي في هاد الفورشيط اللي ما علقه والموس ينقدرو نستعمله خصوصا لكنا خارج البيت أو لا في البيت كذلك اللي ما اصنعه كذلك من الفولات كيف هاد المقطع غنا تعرفوên هاد المنظيم ديال المناديل كما كتشوفو معايا كيجي في ألوان مختلفة وشكل ديالو كيوت كذلك هذه المنظمات اللي نقدر نتبتوها في الحائد لكي يجي شكل ديالة كما كتشوفو وكيجي في ألوان مختلفة ونقدر نستعملها بالنسبة للمطبخ أو للحمام فهي منظمات وأجهزة غالباً كتستعمل يعني في الحمام والمطبخ أو لا خاصة بالصالون أو غرف النوم اللي هي كذلك جيد ضرورية وأساسية اللي كنحتاجوها في البيت أما الطريقة الثالثة باش نقدر نحصل على هذه الأدوات والأجهزة فهي كالتالي وخاصة بالناس اللي بغي يحصلوا على أدوات وأجهزة اللي كتكون حصرية أو لمعدمش الوقت للتسوق هي عبارة عن تطبيقات أونلاين مثل تطبيق أليبابا اللي خاص بالناس اللي كي يبيع وشريوا يعني بالجملة أما التطبيقات الأخرى مثل ألي إكس بريس أليبابا أو شين مؤخراً كذلك بدأت تخدم هاد الأدوات والأجهزة فلي بغينا نسوقوا من هاد التطبيقات هذي فمعلنا إلا نزلوا التطبيق بالجهاز ديالنا ونكتبوا الأدات أولى الجهاز اللي احنا في حاجة له مباشرة هاد الموقع والتطبيق كعرض لنا أدوات وأجهزة متشابهة وكذلك كعرض لنا معلومات خاصة بهذا المنتج اللي احنا في حاجة له طريقة الدفع كذلك والتوصيل أما الدفع فكيكون عند الشراء كذلك هاد التطبيق كعرض لنا معلومات خاصة بالمنتوج مثل لون الوزن طريقة صنع الطور العرض إلى آخره من المعلومات كذلك منسوش عدنا ميزة دي الأسبوع باش نجربوا المنتج باش نغيروه ولا حتى نرجعوه غير نحترموه القانون ديال الموقع اللي احنا يتسوقنا منه كذلك هاد التطبيقات هادي فهي جد أمينة فما نخافوش على المعلومات الشخصية وديالنا ولا البنكية فهي في أمان هادي طريقة كذلك اللي هي جد يعني عملية بالنسبة للناس اللي معدهم شوقت كما قلت لكم قبل باش يتسوقوا عدنا كذلك هالطقم هذا كما كتشوفوا معايا هالطاسات مع الإبرق ديالهم اللي كيجو كذلك يعني شكل ديالهم راقي وكيجو فيه ألوان مختلفة فهي أدوات وأجهزة كما كتشوفوا معايا اللي لبعض منها كنحتاجوه يوميا وما كنعرفوش في كيكون موجود ولا كنشوفوه ما كنعرفوش طريقة ديال لإستعمال دياله دوزول هاد المقطع الموالي كذلك كما كتشوفوا معايا اللي هو عبارة عن هاد المنظيمات هاد اللي كيجي شكل ديالهم كيوت خصوصا لكي نعدنا الأطفال صغر اللي نقدر ننظموه فيهم مجموعة ديال الأغراض سواء في المطبخ أو في الحمام كذلك هاد المنظيم ديال الأورز اللي كيجي عليها تشكل هذا ونقدره كذلك نستعمله للقاطاني ومجموعة ديال المعجنات اللي كتكون هكا لها تشكل هذا وكذلك نقدره نستعمله تلطحين نشوفو هاد المنظيم كذلك بالنسبة لأكياس ديال البلاستيك لنقدره نتبته داخل الدولاب ديال المطبخ وننظموه فيه البلاستيك ديال الأزبال بكل سهولة وأريحية هكا نكون وصلنا للفيديو ديال اليوم وكانت من يكون الإعجاب ديالكم ولكذلك بنسونيش من أحلى لايك أو جين فهكذا الفيديو كيتقترح وكيطلع في البحث وكيوصل الناس المهتمين بهذا الأدوات والتكنولوجيا لنا جميعا كذلك بالنسبة لناس لأول مرة غيرتعرفوا على القناة مرحبا بكم تسجلوا وما تنسوش تفعلوا جرس الكل باش تواصلوا بكل جديد الفيديوهات القادمة بإذن الله وإلى عجبكم شي منتوج من هاد المنتجة اللي شفنا في الفيديو ديال اليوم فمعليكم إلا تكتبوا لي في التعاليق الدقيقة ليتعرف في هاد المنتوج بالضبط وأنا غانجوبكم مباشرة برابط الشراء تسنوني فيديو قادم بإذن الله خليت لكم الراحة السلام عليكم